أذكركم من أنني عبر السنين استطعت أن أكون نواة جيل يحمل هذا الفكر وليس في مكان معين لا يحمل اسماً معيناً إنني أتحدث عن الزهرائيين في كل مكان من كل الجنسيات من الذين يتواصلون مع هذا الفكر لقد استطعت أن أنشئ نواة جيل وهذا ما هو بكاف لكنني أنشأت نواة جيل بالفعل وأنشأت نواة لتيار فكري متحرك عبر نواة هذا الجيل ووضعت بين أيديكم موسوعة موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة يمكنكم أن تتواصلوا معها عبر هذه الشاشة أو عبر الشبكة العنكبوتية وكونوا مطمئنين ليس هناك من أكاذيب مثلما يتحدث السيستانيون والشرازيون الطوسيون بكل أصنافهم عني ليس هناك من أكاذيب وليس هناك من تدليس بإمكانكم أن تتأكدوا من هذا الأمر بأنفسكم فأنتم في أيدي أمينة ومرارا أقول لكم وكرارا إذا كان هناك من خطأ أو من عثرة أو من اجتباه أو من شيء يمكنكم أن تصفوه بأنه كذب إنها الطبيعة البشرية ولذا أقول لكم إذا وجدتم شيئا من هذا وكنتم متأكدين من ذلك فألقوا به في المزبلة وإنما تمسكوا بالكلام الواضح والحقائق المدعمة والموثقة بآيات الكتاب وأحاديث العترة المنيرة على أي حال هناك نواة جيل تحمل هذا الفكر وهناك نواة تيار فكري متحرك في أوساط هذا الجيل وهناك موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة التي تشتمل على الكثير والكثير من الموضوعات والأبحاث المطولة والمختصرة وهناك مساحة إعلامية تتحرك بينكم إنها مؤسسة القمر للثقافة والإعلام إنها قناة القمر نشاطنا الألكتروني عبر منصاتنا على الشبكة العنكبوتية مساحة إعلامية مناسبة لا أقول من أنها كما يفترض أن تكون ولكن هذا بحسب الممكن وهناك سعي وهناك سعي لإيجاد نواة مكتبة شيعية تكون خلية من قذارات السقيفتين من قذارات السقيفة بني ساعدة وقذارات السقيفة بني طوسي عبر مشروع كلامكم نور هذا الأمر يتحقق يتحقق إن لم يكن في حياتي يتحقق بعد موتي إنني أسعى بكل ما أتمكن لتحقيق هذا المشروع هذه العناوين وهذه المفردات موجودة بين أهديكم يمكنكم من خلالها من خلالها أن تنطلق وأن تتحرك في نصرة إمام زمانكم وإنما يكون ذلك عبر صناعة جيل واسع أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر لأمور عديدة لا أريد أن أدخل في التفاصيل ومنها المعوقات التي توضع أمامي من الطوسيين اللعنى إنني فتحت لكم الأبواب بصناعة نواة جيل يحمل هذا الفكر وبصناعة نواة تيار فكري يتحرك في أوساط هذه النواة وبما قدمته لكم من موسوعة هائلة من الكتب المتلفزة وما وضعته في خدمتكم من مساحة إعلامية عبر التلفزيون وعبر الإنترنت وما أسعى إليه وأحاول أن أنجح في ذلك في أقرب فرصة إن وفقت لذلك أن أضع بين أيديكم نواة مكتبة شيعية تخلو من قذارات السقيفتين اللعينتين عبر مشروع كلامكم نور هذا كله بين أيديكم يبقى عليكم أن تتحركوا أن تتحركوا عبر هذه المنافذ ومن خلال هذه الإمكانات المتوفرة لديكم وأنا معكم أن نصنع جيلا واسعا يحمل هذا الفكر يحمل عقيدة الغدير الزهرائية النصنع عجيلا يتعانق مع منطق الأمير ويرفض منطق الحمير رفضا قاطعا هذا لا يتحقق إلا عبر طريق واحد أن نقوم بتفكيك العقل الشيعي وأن نعيد بناءه أن ننظف العقل الشيعي من منطق الحمير وأن نعيد بناءه وفقا لمنطق الأمير تريدون أن تنصر أمير المؤمنين هذه وحق الزهراء نصرة أمير المؤمنين الحجج قائمة عليكم والأسباب مهيئة لكم قطعا هذا الكلام لا ينطبق على الجميع ليس الجميع بمؤهلين للعمل بهذا المستوى أنني أتحدث عن الذين يمتلكون المؤهلات للعمل بهذا المستوى قطعا المستويات متباينة ومراتب العلم والثقافة والفكر عندكم هي الأخرى متباينة ولكن كل شخص بحسبه لقد قلتها لكم أنا أوان الزحف فعجلوا عجلوا عجلوا أنا أوان الزحف أنني أتحدث أنني أتحدث عن زحف ثقافي عقائدي زهرائي مهدوي يماني عجلوا عجلوا الفرصة مؤاتية جدا نذهب إلى فاصل هناك أمر مهم لا بد أن تعرفوه من أن حقيقة حقيقة نستند إليها في عملنا حينما نتحدث عن صناعة جيل واسع يحمل هذا الفكر لا بد أن تعرفو من أن العقل البشرية فيه خاصية إذا ما توفرت له الأجواء المناسبة وشرائط الموضوعية السليمة فإنه يفكك نفسه بنفسه وإنه يعيد بناء نفسه بنفسه علينا أن نوفر الأجواء المناسبة علينا أن نوفر البيئة التي تجعل العقل الشيعية أن يقوم بتفكيك نفسه بنفسه وأن يعيد بناء نفسه بنفسه ولا بد أن تعرفوا من أن الناس تختلف تختلف في هذا الأمر فهناك أناس يمتلكون عقلا وهؤلاء هم الذين نقصدهم بالدرجة الأولى وهناك أناس يمتلكون جذرا جذرا عقليا يمكن أن ينشأ منه عقل عندهم وكثير من الناس لا يملكون عقلا فالعقل قليل بين الناس أقل شيء وزع بين العباد العقل أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة لكنني أريدكم أن تميزوا بين العقل وبين الإدراك الإنسان مدرك وعنده قوة إدراك والعقل هو أعلى مراتب الإدراك عند الإنسان هذه المرتبة العليا للإدراك ليست متوفرة عند الجميع هذه القضية ترتبط بعالم الذار من جهة وترتبط بأصل الطينة وترتبط بقانون الأصلاب وترتبط بالمواريث وترتبط بالتنشئة والتربية هناك الكثير من الموضوعات ترتبط بالعقل ومراتبه ودرجاته البرنامج ليس معدًا لهذا الموضوع لكنني أقولها لكم حينما تبحثون في هذا الموضوع ستجدون أن الذين يحملون عقولا ما هم بكثيرين لكننا إذا استطعنا أن نوفر لهم الأجواء المناسبة فإن عقولهم هي التي ستفكك نفسها بنفسها وتعيد بناء نفسها بنفسها وحينئذ ستكون هذه العقول مؤثرة مؤثرة في كثيرين هكذا تصنع الأجيال هكذا تصنع الأجيال إنني سأقرأ بين أيديكم ملاحظات يمكنكم أن تنتفعوا منها ولو بنحو يسير هذه هي الخطوط العامة لبرنامج العترة الطاهرة في صناعة الأجيال لو كان المقام للشرح والبيان لجئتكم بالآيات والأحاديث مع ملاحظة أني مطلع على النظريات الإعلامية التي تعمل بها المؤسسات الإعلامية العالمية ومطلع على النظريات التربية والتعليم لكنني لا أجد وجها للمقايسة بين كل ذلك وما تعلمته من كتابهم وحديثهم صلوات الله عليهم إنني أعمل بهذه القواعد منذ أن كنت في العشرين من العمر أدركتها في ذلك الوقت والذين يعرفونني منذ ذلك الوقت يعرفون هذه الحقائق ويتلمسونها في عملي الخطوط الخطوط العامة لبرنامج العترة الطاهرة في صناعة الأجيال إنني أتحدث في الجانب الإعلامي والتعليمي في هذين الجانبين أولا الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع من دون مجاملات ومن دون مهادنات ربما يكون سكوت جزئي في بعض الحيثيات لأمر تختضيه الحكمة بسبب طوله وتشعبه وتعقيده دققوا النظر في هذه الملاحظة الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع بغض النظر يقبلونها يرفضونها الدعوة الصريحة الحرة مثلما أفعل هذا في برامجي الدعوة الصريحة الحرة المفتوحة للجميع من دون مجاملات ومن دون مهادنات ربما يكون سكوت جزئي في بعض الحيثيات لأمر تختضيه الحكمة بسبب طوله وتشعبه وتعقيده ثانيا العمل ببرنامج الشمس ليس هناك من قيود العترة صلوات الله عليها هكذا عملت لم تعمل ببرامج التنظيم التنظيم الهرمي والتنظيم الخيطي وأمثال ذلك العمل ببرنامج الشمس بعيداً عن التعصب وغلق الأبواب بوجه أي أحد بسبب العناوين القومية أو العشائرية وما يماثل ذلك وهذا يقتضي أن نرفع شعارنا لا للرئاسة والترأس لا للتحزب ولا للتنظيم السياسي والاجتماعي لا للعنف والاستدام بالآخرين أيًا كانوا برنامجنا برنامج الشمس العمل ببرنامج الشمس بعيداً عن التعصب وغلق الأبواب بوجه أي أحد بسبب العناوين القومية أو العشائرية وما يماثل ذلك وهذا يقتضي أن نرفع شعارنا لا للرئاسة والترأس لا للتحزب ولا للتنظيم السياسي والاجتماعي لا للعنف والاستدام بالآخرين أيًا كانوا فكل هذا سيدمر برنامجنا في صناعة جيل واسع صناعة الأجيال صناعة حساسة دقيقة جداً تحتاج إلى هندسة عميقة إنها هندسة العترة الطاهرة ثالثاً الإصرار والتكرار والتشديد على كشف عورات رموز الضلال وبكل صدق وتوثيق حقيقي يبعث على الإطمئنان والوضوح عند المتلقي رابعاً إغراق المتلقي بالمعلومات الصحيحة مع أدلتها ووثائقها الدامغة وتكرار ذلك من حيثيات مختلفة وبيان واضح جداً لا يدعو مجالاً للشك مطلقاً في جهة البراءة العقائدية أو في جهة الولاية العقائدية خامساً وضع الحقائق في إطار مبهر لا يجد المتلقي أمامه إلا الاستسلام إنه استسلام للحقائق التي تحمل قيمتها في نفسها وتفتح لنفسها طريقاً إلى عقل المتلقي وقلبه من دون عوائق سادساً نحت المصطلحات الذكية ومراد بالمصطلحات الذكية إنها المصطلحات الجامعة لكل أفرادها المانعة للأغيار مثل ما يقال في الفلسفة أو في المنطق عن التعاريف من أنها جامعة مانعة تجمع الأفراد الذين ينتمون لهذا التعريف وتمنع الأغيار من أن يدخل في هذا التعريف كي يكون التعريف دقيقاً والأمر في المصطلحات يكون أدق ويكون أصعب نحت المصطلحات الذكية المتميزة عن غيرها في الثقافات الأخرى وفي الاتجاهات الأخرى نحت المصطلحات الذكية المتميزة عن غيرها والملفتة للنظر المناسبة للزمان والمكان والتي تترك إيقاعاً في النفوس بنحو يجعلها ثابتة في الذاكرة بطريقة تلقائية كي تتردد على الألسنة وتصبح من مفردات الحياة الثقافية اليومية لمجتمع المتلقين المتلقين لهذه الثقافة والمتلقين لهذه المصطلحات الذكية سابعاً حشد النظريات العميقة والأفكار الدقيقة بأدلة كثيرة لا يمكن للعقل أن يقاومها وللثقافة الموجودة أن تجاريها وتكرارها بطرق مختلفة كي تحاصر عقل المتلقي لأجل أن تتحول بسبب التكرار وكثرة الأدلة القوية إلى بديهيات يعتمدها المتلقي في تفكيره من دون الحاجة إلى استدلال وبحث لأننا نستطيع أن نحول النظريات المعقدة إلى بديهيات عبر شرحها المبسط وعبر ضرب الأمثلة وعبر تكرار الحديث عنها ومن جهات مختلفة في أوقات مختلفة وفي مناسبات مختلفة وعبر التكرار ستتحول النظريات المعقدة إلى بديهيات يكون من السهل على المتلقي أن يتعامل معها وأن يتحدث عنها وبها وهذا مما يجعله مميزاً في ثقافته ومميزاً في علمه ومعرفته في الأوساط التي يريد أن يتحرك فيها ثامناً حين يكون الحديث وجدانياً لابد أن يكون صادقاً ونابعاً من صميم الفؤاد من دون تكلف فإنه إذا كان بهذا الوصف فإنه سيقرع الأفئدة قرعاً لا تزول آثاره إلا بصعوبة جداً خصوصاً حينما يتكرر هذا الأمر بمرور الوقت فإن خصوصية طعمه لا يمكن أن تنسى البيان الفائق ساحر ولكن الصدق أكثر سحراً منه العرب كانت تقول من أن أبلغ الشعر أكذبه ولكن العترة الطاهرة تقول من أن أصدق الشعر أبلغه فأبلغ الشعر أصدقه ليس كما تقول العرب ربما يكون قول العرب صحيحاً إذا كنا نتحدث في دائرة التزويق اللفظي في دائرة تصطير الكلام لكننا حينما نتحدث في فناء الحقيقة فإن أبلغ الشعر أصدقه كما تقول ثقافة العترة الطاهرة أعيد هذه النقطة لأهميتها حين يكون الحديث وجدانياً لا بد أن يكون صادقاً ونابعاً من صميم الفؤاد من دون تكلف فإنه سيقرع الأفئدة قرعاً لا تزول آثاره إلا بصعوبة جداً خصوصاً حينما يتكرر هذا الأمر بمرور الوقت فإن خصوصية طعمه لا يمكن أن تنسى البيان الفائق ساحر ولكن الصدق أكثر سحراً من تاسعاً عرض الثقافات المختلفة باحترافية وتخصص وأمانة علمية وإعلامية كي تتميز الثقافة التي نريد لها أن تستقر في العقول والقلوب درة يتيمة تتلألأ واضحة مشرقة بين كل ما حولها من دون منافس بل من دون مقارب لها بأي وجه من الوجوه إنها ثقافة علي وآل علي فأية ثقافة تقاربها عاشراً تدريب المتلقي نفسياً بنحو مباشر وغير مباشر عبر التكرار والصدق في الأقوال والمواقف والأفعال التي تعرض بنحو يستطيع أن يتلمسها بغض النظر عن القرب والبعد الجغرافيين لأجل أن يمتلك الجرأة العقائدية فيما بينه وبين نفسه أولاً لمواجهة ما ورثه من جهالات الآباء والأجداد وضلالاتهم أو ما تراكم في عقله من جهالات وضلالات الواقع الديني والسياسي والاجتماعي وثانياً كي لا يعبأ بالأصوات العالية الزائفة من حوله والتي تخيف الناس عادة بسبب جهلهم وعدم وضوح الصورة لديهم ولأنهم لا يمتلكون المعلومات الصريحة القاطعة والوثائق الصادقة التي لا تقبل الشك في مواجهة أكاذيب الأصوات العالية الزائفة للإعلام الديني المزيد والإعلام السياسي الكاذب هذه النقطة أساسية أعيد قراءتها عاشراً تدريب المتلقي نفسياً بنحو مباشر وغير مباشر عبر التكرار والصدق في الأقوال والمواقف والأفعال التي تعرض بنحو يستطيع أن يتلمسها بغض النظر عن القرب والبعد الجغرافيين لأجل أن يمتلك الجرأة العقائدية فيما بينه وبين نفسه أولاً لمواجهة ما ورثه من جهالات الآباء والأجداد وضلالاتهم أو ما تراكم في عقله من جهالات وضلالات الواقع الديني والسياسي والاجتماعي وثانياً كي لا يعبأ بالأصوات العالية الزائفة من حوله والتي تخيف الناس عادة بسبب جهلهم وعدم وضوح الصورة لديهم ولأنهم لا يمتلكون المعلومات الصريحة القاطعة والوثائق الصادقة التي لا تقبل الشك في مواجهة أكاذيب الأصوات العالية الزائفة للإعلام الديني المزيف والإعلام السياسي الكاذب حادي عشر حادي عشر أمر ضروري مهم جداً صناعة مذاق لغوي يتميز بطعم أدبي يجعل المتلقي ذا ذائقة أدبية راقية يشخص من خلالها تفاهة اللغة وسخف التعبير في أجواء الضلالة الطوسية المنهارة داخلياً والتي تتظهر بوجود أجوف لا حقيقة لمضمونه إلا عبر الأكاذيب والدجل والهراء والضحك على ذقون الشيعة الطوسيين الدخيين ثاني عشر توظيف كل المعطيات الإعلامية والتعليمية لتصب في مجرى واحد يأخذ المتلقي إلى التمييز ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير إذا وصلنا بالمتلقي إلى هذا المستوى فقد تم عملنا وكان عملنا ناجحاً جداً جداً نذهب إلى فاصل أتمنى أن تنتفعوا من هذه الملاحظات صدقوني لقد عملت بهذا البرنامج وإني وإن كنت قد عرضته بشكل مختصر هناك الكثير من التفاصيل ما ذكرتها لضيق الوقت عملت بهذا البرنامج منذ أن كنت في العشرين من العمر وهأنني قد جاوست الستين فوجدت ذلك عملاً ناجحاً جداً جداً ولقد جنيت من ثماره الكثير الكثير ولازلت مستمراً على هذا البرنامج المستقى المستقى من حقائق من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم من سيرتهم العملية الواضحة ومن أحاديثهم القولية البينة النورية طال وقت الحلقة عليكم لكنني أقول إن الحديث عن الغدير حتى لو بقينا نتحدث سنين وسنين فإن الحديث عن الغدير هو أشرف الحديث أختم هذه الحلقة وهي الجزء الثاني من رسالتي الجزء الأخير بكلماتهم صلوات الله عليهم إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية إيران في صفحة التاسعة والثلاثين إنه الحديث الخامس بسنده بسند الصدوق قال رجل لجعفر بن محمد لإمامنا الصادق صلوات الله عليه يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب الرجل وهكذا يقول للإمام إنا خلقنا للعجب وَمَا ذَكَ وَمَا ذَكَ لِلَّهِ أَنْتَ الإمام قال له الرجل هكذا قال يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب الإمام قال له وَمَا ذَكَ لِلَّهِ أَنتَ قَالَ أكفف ماذا تقول ما اسم فعل كما يقولون في علم النحو في علم اللغة ما بمعنى أكفف فقال ما ما هي ابن أخ خلقنا للبقاء وكيف تفنى جنة لا تبيت ونار لا تخمت ولكن قل إنما نتحول من دار إلى دار نحن في رحلة ترانزيت فاستغلوا الوقت نحن في رحلة ترانزيت استغلوا الوقت إنما نتحول من دار إلى دار إنني أقرأ عليكم من كتاب من كتبنا القديمة إنه كتاب المحاسن للبرق رضوان الله تعالى عليه وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة مية وأربعة عشر إنه المجلد الذي يشتمل على الجزئين فكتاب المحاسن للبرق يتألف من جزئين صفحة مية وأربعة عشر من الجزء الأول إنه الباب التاسع والثلاثون باب الاغتباط عند الوفاة الاغتباط السرور الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا بلغت نفس أحدكم هذا والإمام يشير إلى حلقه إلى موطن الذبح إذا بلغت نفس أحدكم هذه يشير إلى حالة الحشرجة والغرغرة إنه الموت إذا بلغت نفس أحدكم إنه يخاطب أشياعه إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له أما ما كنت تحزن من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه ويقال له أمامك رسول الله وعلي وفاطمة نحن نصدق حديثهم لا نعرف كذبة له إنهم أئمتنا جربناهم إنهم صادقون معنا في السراء والضراء صادقون معنا في الأفراح والأحزان صادقون معنا ونحن صغار صادقون معنا ونحن كبار صادقون معنا ونحن نطيعهم صادقون معنا ونحن نسيء الأدب معهم ونحن نرد عليهم هؤلاء هم أئمتنا بهذا تنتهي رسالتي أتمنى لكم التوفيق نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة الزهرائية اليمانية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر